محاولات مستمرة تقوم بها القوات السعودية للسيطرة على منفذ الشحن الرابط بين المهارة وسلطنة عمان كان آخرها قدوم المندوب السعودي مع أفراد حراسته إلى ساحة التفتيش في المنفذ والتدخل بشكل سافر في سير العمل وتهديد الموظفين والتلفظ بألفاظ بذيئة على إدارة الجمرك والعاملين فيه إجراءات دفعت لجنة الاعتصام السلمي بمديرية الشحن إلى الوقوف ضد هذه التجاوزات وإعلان التصعيد ضد القوات السعودية التي أخذ تدخلها في الحرب منحا آخر بعد أن خرجت عن إطار الأهداف المعلنة إلى البسط والسيطرة على المنفذ الأخير الذي يمد اليمنيين باحتياجاتهم الأساسية ويعتبر شريان حياة بالنسبة إليهم أطماع متجددة أثبتت أن الأزمة في محافظة المهرة هي أزمة احتلال تسعى السعودية من خلالها للسيطرة على المنفذ بعد بسط سيطرتها على المطار والموانئ وهو ما حدى بلجنة الاعتصام للاستمرار في مسار الصمود والنضال للدفاع عن الحق والأرض والسيادة ومواجهة منتهكيها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر